مرحبا بكم سنشاهد فيلم امير بلاد فارس رمال الزمن فيلم اكشن ومغامرة وفنتازيا واثارة يبدأ الفيلم بمقدمة عن بلاد فارس وهي دولة امتدت من الصين الى البحر الابيض المتوسط يحكمها الملك شهما جندا الى جنب مع شقيقه نزام وكان للملك ولدان وفي احد الايام والملك يمر في السوق يلاحظ صبيا يحاول انقاذ صديقه من التعرض للضرب على يد جندي بتهمة السرقة اعجب به الملك وعندما اكتشف ان دستان يتيم قرر ان يتبناه ويأخده معه للقصر فاصبح الفتذو الاصول الغير معروفة اميرا لبلاد فارس بعد مرور 15 عاما الامير تاش الابن الاكبر للملك شهرمان ينظر الى مدينة الاموت المقدسة وهو مفتون بجمالها لكن نزام يعتقد العدس تماما ويعدهم خونة لان الملك ابلغ عن خيانة الاموت من قبل جسوس ومع ذلك امر الملك انه لا ينبغي المساس بالاموت في غيابه حتى يتبين في موضوع الخيانة كان تاش هو المسؤول نيابة اثناء غياب والده الملك فقرر عقد مجلس اخير مع عامه نزام نار دست وهو في شجار يتم استدعائه من قبل تاش للاجتماع حيث يظهر نزام السيوف والسهام التي يعتقدون انها صنعت في الاموت وبيعت لاعدائهم في هذه اللحظة يطلب دستان عدم اتخاذ قرار مهاجمة المدينة المقدسة يلموت قبل استطوع الامر لكن عمهم نزام يصر على فكرة الهجوم اعتمادا على خبر الجسوس بوجود صناعة للأسلحة لاعدائهم خلف الاسوار يفكر تاش في الامر ويقرر المهاجمة عند الفجر يحترم دستان القرار ويطلب الاذن ليكون اول من يهاجم على المدينة جارسيف يقول انه يريد كذلك شرف الهجوم الاول يقترب تاش يفسح في سر لدستان انه مفتون بجمال اميرة يلموت في هذه الافناء نرى الاميرة التامينة وقد تم ابلاغها بالتخيم الجيش الفارسي خارج اسوارهم فقررت الذهاب الى المعبد العالي للصلاة علما انه لم يحدث ان تم اختراقه منذ الف عام ولكن هذه المرة يمكن ان تتغير الامور يقرر دستان عسيان تاش لان جارسيف يعرف فقط كيفية المهاجمة من الامام ويتسلل عبر جانب الجدار الشرقي اذ يبدأ بالقفز باستخدام جفع شجرة ليقوم الرمات باطلاق سهام لانشاء مسار تسلق لدستان الذي نجح هو وفريقه في تسلق الجدار بيس يخبر دستان عن البوابتين اللتان يحتاجون فتحهما لادخال الجيش البوابة الخارجية وهو امر سهل ولكن البوابة الداخلية قريبة ومن المستحيل فتحها يأخذ دستان الدرعا وسرعان ما يتم اكتشافهم وتنبه الاجراص يصل بيس والاخرون الى البوابة الخارجية في حين يكافح دستان قليلا ويظهر قدرته المذهلة على التسلق ويصل الى غرفة الحراسة في الوقت المناسب لفتح البوابة خرج بيس يشير الى الجيش يرى تاشي الاشارة ويقرر اعادة نشر الجيش الى البوابات الشرقية فتظهر قوات الاموت تتقدم لاغلاق البوابة يتم ابلاغ الاميرة تمينا بالاختراق لتأمر بتدمير الممر المؤدي الى الغرفة التي يتجه اليها كل من الجيشين يسقط دستان برميلا من الزيت باتجاه البوابة الشرقية ويحرقه لعرقلة الطريق على جيش الاموت ليدخل الجيش الفارسي المدينة في يدي اميرة المدينة امانة تطلب من جندينا الحفاف عليها باي ثمن دستان تاش والاخرون يدمرون جيش الاموت اكتشف دستان الجندي الهارب فاوقفه في فضم القتال ضرب الجندي الذي اسقط حزمة تحتوي على كتابات قديمة وجد فيها خنجرا له شكل ومقبض فريد من نوعه لقد غزت بلاد فارس اخيرا الاموت يرى تاش الاميرة ويندهش من جمالها يواجهها نزام بشأن قيام الاموت بتزويد اعداء بلاد فارس بالاسلحة تنفي جميع التهم وتقول ان الاموت ليس لديها اوراشا لصناعة اسلحة للجنود يعرض عليها تاش الزواج كحل سياسي لها لكنها ترفض وتفضل الموت عوض ذلك يدخل دستان وترى الخنجر معه كما كانت على وشك ان يتم اعدامها تقبل بعرض الزواج الذي قدمه داش واعينها لا تزيغ عن الخنجر داش يهنئ دستان على شراسته ويطالبه بهدية اجلال يأخذ الخنجر لكن نزام يتدخل قائلا ما الذي يمكن ان يقدمه دستان اكثر من اعطاء تاش الاموت ويسترجع دستان الخنجر يستمر نزام قائلا ان الملك اوقف صلاته ليأتي الى الاموت تاش فرح ان الملك قادم لتهنئتهم بالنصر يجيء الملك محاطا بموقبه من الجنود نحو الاموت لدهشته الملك شهرمان غاضب من الاعتداء على الاموت تاش يتحمل المسئولية ويقرر البحث عن دليل الخيانة بنفسه يلتقي بداستان ويسلمه هدية ليقدمها للملك لتكريمه في المساء ويطلب منه ايضا تقديم الاميرة الى الملك من اجله دستان غير متأكد من هذا الزواج لان لديه العديد من الزوجات واذا لم يوافق الملك على زواجها من تاش امر دستان انهاء حياتها بيديه وقتلها دستان يرافق الاميرة التي تلومه على تدمير مدينة بريئة يشيد الملك دستان بشجاعته ويطلب منه الحفاظ على الرابطة بين الاخوة القوية لان اتحادهم هو الذي يدافع عن الامبراطورية فيطلق عليه الملك اسم الرجل الشجاع ويوضح له ان الرجل العظيم هو من كان سيوقف الهجوم تماما يقوم دستان بتقديم رداء الكاهن الاكبر والاميرة تامينا الى الملك كما قدم رقبة تاش في الاتحاد مع الاموت من خلال الزواج من تامينا وطلب موافقة الملك شهرمان بدلا من ذلك اعطى الاميرة تامينا لدستان الذي تفاجأ بالقرار فجأة بدأ الرداء في الاحتراق وخنق الملك شهرمان جارسيف يرى ما يقع ويلقي اللوم على دستان لقتل والدهما ينقذ بيس دستان لكنه يقتل تمسك تمينا بدستان وتهرب به بالقفز من الشباك نحو الماء ثم يركبان على حصان للفرار وتريه طريق الخروج الاسهل من المدينة يظهر تاش وهو في حداد لمقتل والده ويكتب الى جميع الممليك مذكرة اعتقال دستان الهارب من الجريمة هرب دستان والاميرة تمينا بنجاح واخبرها ان الرداء اعطي له من قبل تاش وانه بريء تمينا تتفق معه بشكل مفاجئ وتقترب منه لتقبيله من ناحية اخرى يتردد ويقول انه من المفترض قتلها اذ لم يتمكن تاش من الحصول عليها وهي تحاول ثانية تقبيله وسرقة الخنجر منه دستان يفطن لذلك ويدفعها بعيدا فتحاول قتله بسيفه يدفعها الحصان عند اشارة دستان ويسقط الخنجر على الارض يضغط دستان على الجوهرة الموجودة عليها دون قصد يضيء الخنجر وتغمره الرمال ويعود بالزمن للوراء فيرى ما حدث منذ قليل وكأنه يعيد الاحداث من جديد كان مرتبكا فتحاول تمينا مهاجمته مرة اخرى يأخذ الخنجر ويطلق الجوهرة من جديد فيرى روحه تخرج من جسده ويعود بالزمن للوراء فيندهش لما تراه عينيه يمنع تمينا من الامساك بالسيف تارى كل الرمال قد اختفت في الخنجر وتفهم بسرعة بانه استعمله يفهم دستان ان اطلاق الرمال في الخنجر يعود بالزمن الى الوراء وان فقط حامل الخنجر هو الذي يفطن لذلك تعرف على ما حدث وان غزو الاموت لم يكن متعلقا بتزويد الاسلحة ولكن للحصول على رمال هذا الخنجر السحري يستمر تاش بالقول انه يجب تقديم دستان الى العدالة فوضع مكافأة ضخمة على رأسه يخرج جرسيف مع رجاله على احصنتهم للبحث عن في هذه الاثناء تتفاجأ الاميرة تمينا بمعرفة ان دستان سيذهب الى افراد حيث سيتم دفن الملك شهرمان ويثق في ان عمه نزام سيفهمه رأى دستان ان الاميرة تحتفظ بالقليل من الرمل في قلادتها فاخذه منها فغضبت وبدأت تسخر منه ومن مكانته كامير فيخبرها قصته كيف كان مجرد صبي عادي وكيف اصبح اميرا تأثرت الاميرة بشدة الحرارة بوادي العبيد فاغمي عليها ذهب دستان لتفقدها فضربته بعظم كبير على رأسه اخذت الخنجر وغادرت عندما استيقظ كان محاطا بالشيخ عمار ورجاله واخبر دستان عن قبيلة تعرف باسم نينباكا وكيف انهم اساتتة في رمي السككين وهو يشير الى سيسو ونينباكا الشيخ عمار انقذ حياة سيسو والان سيسو مدين له بشكل دائم تسعى الاميرة لوضع بعض الرمل السحري في الخنجر لكنها تشعر بالقلق عندما ترى بعض البلطجية في المكان فتقرر التراجع والابتعاد تحاصرها البلطجية لكن عندما تشاهد دستان تقدم له الفنجر بيديها ايذانا بالاستسلام يدخل الشيخ ويعبر عن شكره لدستان على الصفقة التي اتمها معه يأخذ دستان الرمال من يد الاميرة ويضعها في الخنجر مما يثير قلقها من خطر وقوع الخنجر في ايد الاشخاص الخاطئين بينما يؤكد دستان للاميرة انه سيعتني به ويحميه فيتجاهلها الشيخ يدير سباق النعام ويتجنب دفع الضرائب عبر نشر معلومات كاذبة عن وادي العبيد تدخل الفتيات والاميرة لتقديم المشروبات الى الحشد يحاول دستان جمع الاندادات التي وعد بها الشيخ لكن الشيخ عمار يتعرف عليه ويدرك انه الامير الذي قتل الملك يهرب دستان لكن سيسو النباكا يظهر مهاراته مرة اخرى ويقوم بايقافه واخذ خنجره تمينا ترى الشيخ يعطي الخنجر للرجل الذي سينثوبه فتطلق النعام لاحداث الفوضى يستغل دستان الموقف ايضا في هذه الفوضى للهرب فيجد في طريقه الرجل الذي يحمل الخنجر يضربه ويأخذه منه تنضم اليه تمينا ويهربون باعجوبة في افرات الخدم نزام وجرسيف يصلون مع جثة الملك شهرمان فيتنكرون ويدخلون مع موكب القادمين للعزاء يلاحظ دستان عدم قدوم تاش لحضور الجنازة فتتأكد شكوكه تسلل داخل عربة النعش ووضع بففة رسالة في جيب ملابس نزام قامت تمينا بوضع سترة على دستان في اطار خطة دقيقة لاخفاء هويته دستان يجتمع بعمه ويحتضنه بحرارة ثم يخبر نزام ان العباءة التي يرتديها اهديت له من قبل تاش وان غزو الموت كان مجرد كذبة ويكشف دستان عن هدف تاش الحقيقي والذي يتمثل في الحصول على الرمال التي تغذي الخنجر السحري قام دستان بتسليم الحزمة لنزام ولكن لم يكن بها الخنجر اذ اخذته تمينا لاحظ دستان ان يدي نزام محترقة فاجاب نزام بانه محترقة عندما حاول سحب العباءة المسمومة من الملك دستان يتعرض لهجوم مفاجئ من جرسيفة ورناته فيستخدم مهاراته في القفز والتصدي للهجمات تتصاعد المواجهة بينهما على سطح البناية وبعد معركة مثيرة ينجح دستان في طرح جرسيفة عن الدرج بقوة ثم يفلت من قبضته بسلام اثناء تحقيق تاش في الامر المتعلق دستان يخبره نزام بان دستان حاول قتله ونجح في الفرار يبدأ نزام في التفكير في الانتقام مقترحا تجنب المحاكمة وقتل دستان لكن تاش يرفض هذا الاقتراح بحزم مؤكدا على ضرورة اجراء محاكمة علنية وعادلة نزام يستأجر الحشاشين وهم فريق قتل سري يتمتع بقدرات القتل فريدة ومظلمة والذين تم حلهم من قبل الملك شهراما دستان يتتبع تامينا ويسألها عن سر الخنجر يكشف لها ان الشخص الذي قتل والده هو نزام لان به حروق في يده وهو لم يزل ابدا العداءة المسمومة ابدا عن الملك يخلق الحشاشون عواصف رملية هائلة ويلجأ دستان وتامينا الى مأوى من هذه العواصف تروي له قصة حدفت منذ زمن بعيد عندما ارسل الله عاصفة رملية لاجتفاف البشرية ولكن فتاة صغيرة توسلت الى الله لاعطاء البشر فرصة اخرى وعرضت حياتها مقابل ذلك رأى الله نقاء وشجاعة الفتاة فقام بامتصاص العاصفة الرملية في ساعة رملية ضخمة تقع تحت الموت تم اعطاء الخنجر للفتاة التي انقذت البشرية وكانت اولى حارسة شفرة الخنجر هي الشيء الوحيد الذي يقارن بالساعة الرملية ويزيل رمال الزمن اذا تم وضع الخنجر في الساعة الرملية وتم الضغط على الجوهرة فان الرمال ستتدفق بالانهاية وبالتالي استعادة الزمن الى الوراء مثلما فعل نزام ذات مرة عندما انقذ حياة الملك شهر من من الاسد عندما كانوا صغارا يرغب نزام في التراجع عن فعلته في انقاذ حياة الملك حتى يتمكن من ان يصبح الملك تخبره تمينا اذا ما ضغط شخصنا على الجوهرة بينما يكون الخنجر في الساعة الرملية فان رمال الزمن ستدمر كل شيء يقررون اخذ الخنجر الى مأوى حيث يوجد الحجر الذي عثر فيه الخنجر وسيقومون بوضعه مرة اخرى فيه حيث لن يتم العثور عليه مرة اخرى يتوقفون مرة اخرى للحصول على الماء والراحة لكنهم يتم القبض عليهم من قبل الشيف عمار الذي يشعر بالغضب لان الشغب الذي بدأوه دمر امبراطوريته للسباقات وتبقت فقط النعام انيتا يخطط لتغطية الخسارة عن طريق الحصول على مكافأة على دستان عواصف الرمل الغريبة تتجه نحوهم ولكن الشيخ لا يفكر كثيرا في ذلك يعتدون على دستان ويأخذون الخنجر في الليل تهاجمهم ثعبين تحت سيطرة الحشاشين وينقذ دستان حياة سيسو ونينباكا بعد ان يرى الوضع يفرج عن دستان ويعطيه الخنجر يعيد دستان الزمن ويقتل جميع الثعبين حيث عرف من اين ستهاجمهم ينظر اليه الشيخ متفاجئا جدا وتعجب تامينا ايضا من هذا الفعل يتوجهون الى الملاذ الامن يشرح دستان عن الحشاشين ومدى خطورتهم فيحاول الشيخ المغادرة لكن تامينا تخبره بوجود الذهب في الكهف يصادف جرسيف جثث القتلى في الطريق الى الكهف في حين يعطي دستان لتامينا الخنجر سيسو ونينباكا يكتشف جثثا في كل مكان قتل الحشاشون الكل بدون رحمة يصل جرسيف ايضا الى هناك يخبره دستان ان الجميع قد قتلهم الحشاشين جرسيف لا يصدقه فيواصل دستان حديثه عن تخطيط نزام للغزو وكيف يريد نزام دستان مير عند سماع هذا يخبره جرسيف كيف اوصى نزام بعدم وجود محاكمة في قضية دستان وفي الوقت الذي كان دستان على وشك ان يخبره بالحقيقة عن الخنجر والساعة الرملية يطلق الحشاشين شكا على جرسيف ويبدأون بقتل الجميع الحشاشون هنا من اجل الخنجر يقاتلهم دستان بينما تهرب تمينا نحو الحجر المقدس يتبعها دستان لاعادة الخنجر تحاول تمينا وضع الخنجر في الحجر ولكن واحدا من الحشاشين يوقفها تسقط وتفقد الوعي فيسرع دستان لمقاتلته يسحف ثعبان على تمينا ويأخذ الخنجر دستان لا يزال يقاتل في هذه الاثناء يتم التقاط الثعبان من قبل الحشاشين تستيقظ تمينا بينما كان الحشاشون على وشك قتل دستان فينقذه جرسيف بانفاسه الاخيرة ويطلب منه بان ينقذ الامبراطورية من نزام تمينا منزعجة حيث فقدوا الخنجر لكن يعدها دستان باسترجاعه فتح الحشاشون الثعبان ليأخذوا الخنجر ويعطونه لنزام دستان يدفن جرسيف والشيخ سعيد بالذهب الذي حصل عليه دستان يريد الذهاد الى الموت ليوقف نزام وسيسو والنباكا يتبعهم ويقرر الشيخ ايضا ان يتبعهم يصلون جميعا الى الموت نزام مستمر في حفر ممر الى البئر الرملي تمينا من فلال بعض الخادمات تعرف ان نزام سيصل الى الزجاج الرملي في غضون ساعات وان الخنجر محفوظ في المعبد العالي يحرسه الحشاشين الذي يرمي الشو يتعرف دستان عليه بما انه قتل جرسيف سيسو ننباكا يقرر الذهاد الى المعبد للحصول على الخنجر يذهب الى المعبد ويتعرض لهجوم بالشو يصارع قليلا ولكن في النهاية يلقي سكينا مباشرة على صدر الحشاشين ويتعرض هو ايضا للطعن في الصدر وفي انفاسه الاخيرة يلقي الخنجر خارج النافذة للشيخ والاخرين يجد نزام الخنجر مفقودا ويغلق جميع البوابات لينع دستان من المغادرة ويبلغ ايضا بان الزجاج الرملية قد تم العثور عليه دستان يأخذ تاش كراهينة ويريد التحدث معه بسرية يخبر تاش ان نزام قام بتسميم الرداء حيث ان نزام هو من اعطى الرداء المسموم التاش ويفسح له عن الحقيقة الكاملة بشأن كذب نزام حول خيانة الاموت لا يزال تاش غير مقتنع يخبره دستان عن الخنجر وقوته ويطوب منه الضغط على الجوهرة ليرى بنفسه ما يمكن ان يفعله الخنجر يقوم دستان بطعن نفسه ويسلم الخنجر التاش يدخل نزام لكن تاش يأمره بالبقاء في مكانه يضغط تاش على الجوهرة ويختبر الشكل النجمي ويشاهد انعكاس الاحداث الماضية حين طعن دستان نفسه ويشعر بالحيرة حول ما يراه يعود الى النقطة التي كان فيها دستان على وشك طعن نفسه فيوقفه ويخبره انه يصدقه هذه المرة دخل نزام يضرب تاش بسيفه فيقتله على الفور ويصيب الحششين دستان في حين نزام يسترجع الخنجر تمين تقوم بإلهاء الحششين فيطعنه دستان من الخلف يغلق دستان عيون اخيه الميت يتجه نزام نحو الزجاج الرملي ويرشد دسترا عبر ممر سري وتبدأ الرمال في السقوط ويسقط دستان معها ويتدفق مع الرمال ويقفز الى بوابة صغيرة فيجد نفسه ينظر الى الزجاج الرملي يتعرض مباشرة لهجو من الحششين ويفبته ارضا يصل نزام للزجاج الرملي ايضا كانت الثعبان على وشك ان تلدغ دستان لكن تمين تمسكها وتضعها على وجه الحششين يقتل دستان الحششين يشتركان في لحظة رومانسية ثم يتوجهان الى الزجاج الرملي يضع دستان سيفا على حلق نزام لكن نزام يطعنه بسكين ويقذف تمين بعيدا لكن دستان يمسك بها تطلب منه ان يتركها ويوقف نزام يفقد دستان السيطرة وتسقط تمينة يطعن نزام الزجاج الرملي بالخنجر يمسك دستان ايضا بالخنجر لكن نزام يفتح الجوهرة تبدأ عواصف رملية ضخمة في تدمير المحيط يبدأ الزجاج الرملي في التشقق وعرض احداث ماضي عواصف رملية ضخمة تجتاح المدينة يغلق دستان الجوهرة بشكل مدهش يعكس التشقق مع العواصف الرملية يسحب الخنجر ويتم دفعهما بعيدا عن الزجاج الرملي يجد دستان الخنجر بين يديه في وقت ما قبل اغتيال الملك دستان مندهش لرؤية بيس على قيد الحياة يندفع الى القصر ويخبر الجميع عن الكذبة التي تسببت في الغزو يواجه نزام بشأن ذلك لكن نزام ينكره ويصف دستان بانه يهلوس تاش مرتبط وبعد سماع كليهما يقرر استجواب الجسوس الذي اخبرهم عن خيانة الاموت يهاجم نزام دستان من الخلف لكن دستان يتجنبه ويقاتله يفقده نزام سلاحة يحاول نزام طعن دستان لكن تاش ينقذه بقتل نزام يذهب تاش الى الاميرة يقترح عليها الزواج من دستان تصاب بالدهشة ويهديها دستان الخنجر تمشي معه وتحاول فهم كيف تغير دستان فجأة تعجب من دستان وتقبل عرض الزواج ويعاد في النهاية الخنجر الى المعبد العالي اذا اعجبك الفيديو والمرج الاشتراك والضغط على الاعجاب لدعم مجهوداتنا